السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال الاصدقائي؟ كنتمنى تكونوا على خير ربخة إن شاء الله وأموركم في أحسن الأحوال بإذن الله الفيديو دي اليوم إن شاء الله هو عبارة على الكيك بندق البيستاش كي يجي أكثر من رائع وصفة زوينا بزاف ومنها نخرجه من طريقة الاعتيادي لنا اللي ملفين حضروا بها الكيك كان نصحكم تجربوها الكيك وكان نصحكم تبقوا معي حسن الأخير بالفيديو لأنه فيه معلومات مهمة اللي غات نفعكم بالنسبة الناس اللي ممكن يطلعش معهم الكيك وبنسبة الناس اللي بغوا يحضروه بطريقة مختلفة غادي ننزل مقادر طريقة تحضير كل ما غنحتاجه هو أربعات البيضات بدرجة حرارة الغرفة من 50 جرام دي السكر رشة دي الملحة وصاشي دي الفاني ننخلط المقونات اليوم كاملين بالخلاط اليدوي بنسبة الناس اللي مفيهم ما يخدمك في المسبق وقلتها في الفيديو اللي فات نستعملو الطراب الكهربائي بشرط البيض ينا ما يطلعش كاس مملوء أو ما يعادل 150 جرام من خلاة نصف زبدة ونصف الزيت الزبدة مطبع الحال كتكون مدوبة هنا نستغنعو على الزبدة غير الزبدة فلتنقول لكم بأنها نعطيه حطراوة الكيك اللي هي رائعة يجروا يوغ طبيعي او لا يوغ طبيعي كيف ما بغيتو سيحتاج معلقة كبيرة العسل بالنسبة الناس اللي ما عارفينش الدور ديال هالكيك مهم بزاف العسل قد تخلي الكيك دينا وخيب قرب عيام عندنا بحالة يالله وجتيه هو بحاله بحاله سكر انفاقتي اللي كي يستعملو في البخابيز الكوبرى الكيك المادلين وزيل وزيد هنا عندنا واحد راس معلقة صغيرة من لاغوم ديال بيستاش بالنسبة الناس اللي مع مهم يديرو شوية بشوية لأن اللون باش ما نحصلوش على واحد الخضر اللي هو مغلوق بزاف وميمطن نمشيه في الدوزاج اللي يكون معقول هنا الكيك ديالي هزليه ميتين وستين جرام من دقيق وزيت ثلاثة ديالصاشيات ديالخميرات الحلويات اللي فيها سبعة جرام كلنا كنعرفوا الكيك اللي كي يكون نصوب بالزبدة ما كيهش كمية كبيرة من دقيق تعكس اللي كتكون نصوبة غير بالزيت فاردو البال هاد المسألة لأنها مهمة بزاف اللي بغتيت تحضر الكيك اللي هو زوين بزاف بخاص قدروا ورى القغماج ما تزقليش غادي ندير الساشي ديالخميرة ديالي ثلاثة ديالي ساشي كيف ما قد لكم ديالصاشي سبعة جرام غادي نحرك مكونات مزيان مع بعضياتهم شوفوا القوام ديالكيك تيكون بهذا الشكل هذا ما كتتقطعش ومشي خفيفة كتحسوا بها شوية تقيلة ولكن مشي تكتقولية كناخد المول ديالي كننبس بدون رشو بالدقيق كندير اللطغة دياليا كيك في المول فدقتنا الفران كيكون سخون على درجة حرارة 160 من الفوق ومن تحت كندخلها تقريبا 39 حتى 38 دقيقة ما نحلوش الفران نهائيا حتى كيبالينا الكيك ديالنا تحمر مزيان عادة كنخرجوه خليكم معايا لانا ما زال غا نشوفوا مرحلة الاخيرة اللي هي مرحلة تزيين الكيك قو معايا فالقلاسة جديدة نحتاج 150 جرام من الشوكولاتة البيضاء اللي كتكون من النوعية جيدة من الأفضل كنضيف عليها 30 جرام من الزيت نباسية وكندووزها في باماغي من بعد كنزيد عليها قطرات من لغوم ديالبيستاش منحصوه على هاد اللوين بحلقة ونجعلها على جنب سوف نأخذ 50 غرام بيستاش من طبيعة الحلم حمر وقسمته على زوج حاولوا تسخل القشرة لا تحيي القشرة مهم الحبات تقسم على زوج لا ترمشوها بكثير فهذا السيل الجديد يأتي الحبات كبارين سوف نزيدهم على الشكلاتي ونجعلهم على جنب من بعد ما خرجت الكيكا تحمل نفخات هذا هو الجهد سوف نزولها من اللومول ونجعلها حتى تصبر تماماً ونضوز كي نضيف لها القشرة خليكم معاية من بعد ما دبت القشرة وبرد مزيان تقريباً خليتو 30 دقيقة في التلاجة كان ادوى الشكل نهائي دي الكيك دينا صندقوني هاد الكيك من أرواع الكيكات اللي جربتوا من أحسن لمدقات اللي كليت في الكيك صراحة كتجي ترهية بزاف واحد لوغو رائع كنتم نتجربوها وتخلي بيديو في الكومنتاك كيف جاءت معكم ما تنسوناش إلا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الإعجاب وتخليونا التعليق ديلكم الرائعة شكراً على المتابعة ديلكم إلى فيديوهات أخرى بإذن الله كان بغيكم بزاف إلى اللقاء موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة